على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن ولاه يقول الله جل علاه في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أقيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدقوا الله العظيم أبناء وطني الكرام مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاثاتها على جميع الأصحدة مما خلق واقعا سلبيا وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة وشعبها الوفي أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقي لما لا يمكن تصوره أو تحمله وسع البعض جاهدا إلى قلق كل من في ذن حاولنا أن نولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستعق كل تقدير واحترام شعب وطني الكريم إن دموقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على سلطتين التشريحية والتنفيذية ضمان تقييدها بأحكامه هي ضوابط آمرة لا تبديل فيها ولا مهرب منها وليس لأي جهة أو سلطة أن تبغى عنها حولا أو تنتقظها من أطرافها أو تسعى للتحلل منها بل هي باقية نافذة لتفرب كلمة الدستور على المخاطبين بها ولتكون قواعده ملجأا لكل سلطة وضابطا لحركتها وتصرفاتها على اختلافها ومرتكزا لتوجيهاتها لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته وآخر يعترض على ترشيح البعض الآخر متناسيين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد اقتحام أسواله أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ذناياه بل وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وأهدار للمبادئ الدموراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا للتحقيق المصلحة العامة فنجد البعض مع الأسف الشديد يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير ويتدخل في اختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير ومتى ما زك الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال ولا بد أن أشير كذلك إلى أن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويعطي المصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام وإنما يجب أن تعمل هذه الاقتراحات في خدمة الاقتصاد الوطني وفي إطار خطة التنمية يا أهل الكويت الكرام إن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أقلب مرافق الدولة بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصوم حقوقهم وحرياتهم ليبقى دائما مشعلا للنور وحاميا للحقوق وراعيا للحريات ونحن على يقين تام أن القضاء قادر بإذن الله تعالى على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين وتوفيقه من الله تعالى لهم في مهمته من نبيلته هذه ويجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام دون وجهة حق سوف ينال عقابه أي أن كان موقعه أو صفته لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في عناقنا علينا واجب صونها وحمايتها وكما حرص حكام السابقين على تثبيت دعائمها والسلم رايتها لنا فسيكون همنا وواجبنا كذلك أن نسلم راية الديمقراطية إلى من يأتي من بعدنا خفاقة عالية في زمان ولا يفتني أن أشير كذلك إلى تصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات الجسيمة نتيجة للضغط النيابي أو اجتهادات غير موفقة أو مدروسة من عكس سلبا على المسرحة العامة حتى وجدنا من أدينا بالخيانة حرا طليقا نتيجة لهذه الممارسات غير المقبولة ولن أسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف كما لا بد أن أوضح بشكل لا لبس فيه أو غموه أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف نولي جل اهتمامنا لتحقيق هذه الغاية فنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولا فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق ومن انتحل نسبا غير نسبه أو من يحمل الزواجا في الجنسية أو وسوست له نفسه أن يسلق طريق التزوير للحصول عليها واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت فالدولة تقوم على دعامتين إساسيتين الأمن والقضاء فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقاط من أهل الكويت تحية عطرة لرجال الأمن الذين يسرون على حماية مصالح الشعب ويحملون على أكتافهم صون الأمن في بلدنا ولكي ينام المواطنة قدير العين وهو يعلم أن هناك من يسر على أمنه وحريته ودعوني أقولها لكم بكل صراحة أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق المساسة بهيبتهم واحترامهم أثاء أفناء عدائهم لواجباتهم الرسمية أبناء وطني الكرام لقد حرس أهل الكويت المؤسسون للديمقراطية على إيجاد دستور يخدم مصالح الأمة ويرعى حقوق حريات الشعب ولن نجد منهم في مناقشاتهم في المجلس التأسيسي أو في المجالس التي تلت ذلك إلا قمة الأحترام في الخطاب والرقي في ممارسة الوسائل الدستورية المتاحة لهم في مكانها السليم أو زمانها الصحيح ولكننا نرسل الآن عكس كل ذلك فهناك ساءة بالقة في استخدام هذه الوسائل وفي أسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع عادات وتقاليد أهل الكويت الطيبين الأصليين وغدت قاعة عبدالله السالم بدلا من أن تكون مكانا لممارسة ديمقراطية حقيقية سليمة أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحق أو مقبول من الأرفاض والعبارات ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى إلى الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صقيرة وكبيرة مما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق بوصفه إذاة راقية للمسائلة والمحاسبة وليس وسيلة للإبتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصية فليس لهذه الأقراض أقر الدستور أداة الاستجواب وإنما نص عليها لتكون وسيلة للإصلاح وتقويم الأعوجات إن وجدت وبغير ذلك تفقد هذه الأداة الراقية قيمتها ودوافع تغريدها ومن الواجب علينا أن نعلن ربنا لكل هذه الممارسات وأن نضع حلا لها بما ينهيها ليعود لقاعة عبدالله السالم بهاؤها ورمزا للديمقراطية المعبرة عن شعور أهل الكويت والمتفق مع عادتها وتقاليدها الأصيلة التي تقدر وتحترم الكبير وتستمع لوجهات النظر الأخرى لا أن تكون ساحة لمعارك كلامية غير مقبولة أو ممارسات غير دستورية خارجة عن نطاق المنطق والعقل أخواني وأخواتي أهل الكويت الطيبين اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عن إذ الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العلية للبلاد وأشير هنا إلى ما حدث خلال الأيام الغالية الماضية فبعد تعيين رئيس مجلس الوزراء وتكريفه بتشكيل الحكومة تم التواصل مع حدد من أعضاء مجلس الأمة لتأمين مشاركة البعض منهم في تشكيل الحكومة امتثالا والتزاما بأحكام المادة 56 من الدستور ومع ذلك وحلصا على إتاحة كل الوقت الممكن لتشكيل الحكومة رغم كل العقد الحراقيلة التي وضعت فقد أصدرنا المرسوم رقم 67 لسنة 2024 بتأجيل اتماعات مجلس الأمة لدور الإنقاد العادي الأول للفصل التشريحي الثامن حشرة إلى يوم الثلاثاء الموافض 14 مايو 20-24 أعمالا لنص المادة 106 من الدستور إذانا لبدء مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل المشترك لتحقيق الإصلاح المنشود والإنجاز المأمول تلبية لتموحات وأمال المواطنين الذين يتطلعون لغد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل لوجود تداعيات أسفرت عن عدم استكمال تشكيل الحكومة في ظل ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها حيث اشترت بعضهم شق الحقائب معينة بأعداد لا يمكن قبولها كما فرض بعضهم أسماء محددة مما وضعنا أمام موقف جستوري لا بد من العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون تكرارها في المستقبل حرصا على مصالح البلاد والعباد أبناء وطني الكرام أن الدستور بوصفه وثيقة تقدمية تستجيب لمتطلبات الحياة متغيراتها يجد متنفسة بانسجامه مع الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والغانونية والأخلاقية سائلة في المجتمع لا بد له من التوافق مع الظروف المستجدة في غدرته على استيعابها ليكون منفذا له في الاستمرار كأداة تحكم واقع المجتمع وتكويناته فإذا ما أغلقت كل المنافذ في وجهه فلا يمكن له القيام بدوره المنشود كما يرتضيه الشعب وقيادته ويصبح من الواجب التدخل وقبل فوات الإمان الأوان لتصحيح المسيرة ومعالجة العجاج وسد النواقص التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوصه طوال 62 عاما الماضية دون تعديل لا سيما وأن المصادر التاريخية التي استمد منها الدستور الكويت الكويتي مواده وأحكامه إما أن ألقيت تماما أو شاهدت تعديلات عديدة على نصوصها لتستجيب المتغيرات التي حدثت في تلك المجتمعات علما بأن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعالة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات من العمل به مما يدل على حصافة أعضاء المجلس التأسيسي وبعد نظرهم فكيف يجمد تعديل الدستور وهو يسمح به عالة النظر بأحكامه ولأجل تحقيق هذا الهدف بوقف الانحدار والحيلولة من النصل إلى مرحلة الانهيار لذلك أمرنا بالآتي حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الدموقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجع لنا لاتخاذ ما نراه مناسبة تحية صادقة من القلب للآباء المؤسسين الذين أرسوا قواعد المحبة والأخاء في نفوس أفراد المجتمع على اختلاف تكويناته من موظفين عامين وتجار عاملين لخدمة الوطن ورقية ورقية وندعو أبناؤها إلى الاقتداء بما جبل عليه آباؤهم من رقي في التعامل والتصرفات ليسود الانتجام بين الجميع أخيرا الله ندعو في إله أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يسدد خطى أبناء وطننا العزيز لتقدمه ورقائه وأن يديم دولة الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام ويحفظ أهلنا الأوفياء أعزة كرام اللهم نور بالحكمة قلوبنا وأيد بالتوفيق طريقنا وحفظ الكويت وشعبها وارحم شهداءها وموتها وموت المسلمين وشاء في مرضانا ومرضاهم إنك سميع عليم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حفظكم الله ورعاكم وبنور الحق هداكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر